اشتركوا في القناة فعجلت اسرائيل برد مضاف إلى هجماتها العسكرية العديدة على المواقع الايرانية في سوريا خلال الاشهر الماضية وصلت اثره اليوم للتصريح بان البنية التحتية الايرانية في سوريا قد آلت دمارا ايران وان لم تتبنى رسميا العملية ضد اسرائيل الا ان اذرعها الاعلامية روجت لاصابة تسعة مواقع اسرائيلية بنيران ايرانية تراوحت بين مراكز تنصط وتشويش ومراصد ومواقع استطلاع واربع مقرات قيادة قطع عسكرية ومهبط مروحيات وتقول اسرائيل هنا ان قبتها الحديدية الدفاعية جعلت الهجوم يمر دون اضرار وتعود البيانات الاسرائيلية لتفصيل هجومها الذي تصفه بالدفاعي تستهدف بالرد قاعدة الصواريخ التي اوصلت نيرانها للجولان مع اكثر من خمسين موقع بينها اهداف للدفاعات التابعة للنظام السوري ومواقع اخرى لوجستية واستخباراتية تابعة لفيلق القدس في دمشق وريفها كان اكثرها اشتعالا في الكسوة بريف دمشق وتتناقل الالسن والعدسات اصابات في سعسع والضمير وجمرايا ومطار المزة والزبلطاني ورغم ان هجوم اسرائيل لم يبدو واضعا في حسبانه اكثر من وجبة ايرانية دسمة في سوريا الا ان النظام ظهر شكليا بين طرفين يتصارعان على ارضه فقالت وكالة سانا ان دفاعات النظام تصدت لنصف الصواريخ التي اطلقتها الطائرات الاسرائيلية ودعمت وزارة الدفاع الروسية مزاعم النظام هذه في بيانها الصادر عن الحدث لكن مجريات الليلة الاخيرة اوصلت رسالة جلية بان ارادة اسرائيل في هذه المنطقة قد تترك ايران فعلا وحيدة في المواجهة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة